قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نبعون من الأوهام كان يوسف الأحلام وقفنا للمرة اللي فاتت مع يعني اقتلوا يوسف أو اطلحوه أرضا يخلوا لكم وجو أبيكم وتكونوا من بعدين قوما صالحين قلنا يا جماعة إن المعاصي بيجر بعضها إلى بعض والله العظيم ما في معصية إلا لو سبتها هتلاقيها جرجرت لك المعاصي كتير جدا ووصلتك يعني شوف لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الجبل ده كله عبر عنه شوية حصى شوية حصى وبداية الألف ميل خطوة فاوعى اوعى وابعد نفسك عن أي معصية ما فيش إنسان معصوم بالذنوب يا جماعة كلنا أصحاب ذنوب كله بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لأن التواب ده بيتوب بسرعة ويرجع بالسرعة خب بالك من حاجة يعني يعني والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لقاتبئوا الناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لها ولكن إحنا المطوب مننا مع بداية المعصية هتوعى في المعصية إلحق نفسك واتوب إلى الله سبحانه وتعالى شوف المعاصي جرت بعضها إزاي اخت يوسف كان حسد أدى الحقد أدى لكذب أدى القتل شوف المسألة عمل إزاي زي دخان أدى الشيشة أدى الوقوف في الحشيش أو أدى المخدرات زي نظرة إلى البنت أدت إلى الفرجة على يعني كلبات على ممارسة على فاحشة وهكذا المعاصي يؤدي بعضها إلى بعض ولا حولها لقترب الله محتاجين نتوب محتاجين نتوب إحنا يعني أنا بقول إن التوبة بكذة اتكلمت على الموضوع أن التوبة كمشروع قومي مشروع قومي بجد إحنا عايزين النجاح للأمة وعايزين النجاح للأمة وعايزين التمكين للأمة عايزين نتوب كلهم ما تيجي نتوب الهلاتين طب تيجي نشوف الصحابة كانوا بيتوب إزاي عشان نتوب زيهم ونركع تنا قصة ستيدنا يوسف لإن موضوعنا كله عايزين نقول إن أكبر مشروع وأكبر فايدة نطلع بينها من قصة ستيدنا يوسف إن كل اللي كانوا في القصة أو أغلب اللي كانوا في القصة ربنا نتجهم في الآخر بالتوبة إيه يا أخوة يوسف يا أبا نستغفل لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين التوبة امرأة العزيز تابت يعني النسوة تابوا وخبالك فربنا نتجهم بإيه بالتوبة فإحنا محتاجين إحنا نتوب عشان ربنا يكرمنا تعالوا نشوف السمات التي كانت تميز توبة الصحابة وإمكان إحنا ذكرناها في دروس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة كانت تميز توبة الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب إن كان الواحد فيهم لما يقع في ذنب ولو صغير كان يشعر نوع كبقال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشي كل جبل أن يقع فوق رأسه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأطاح به هكذا وهكذا يعني ابن المساعدة بيقولك لا تنظر إلى صغر المعصية ما تبصش أن المعصية صغيرة ولكن ننظر إلى عظمة من عصيت أنت مش متخيل أنت عصيت مين أنت ببص عشان هي نظرة لا 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 ما ببصش كذا بص أن أنت عصيت فاطر السموات والأرض مالك الملك ومالك الملوك أنت مش ياخد بالك ولا إيه فاطر السموات والأرض سبحانه وتعالى لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى عظمة من العصيت ولذلك النبي عسيم قال إياكم ومحقرة الذنوب فمثل محقرة الذنوب أخذ بالك كمثل رجل أو كمثل قوم نازلوا بأرض فجاء هذا بعود وهذا بعود فأنضجوا نارا أو فأججوا نارا وإن الذنوبة إذا اجتمعت على العبد تهلكوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة تعظيم الذنب تاني حاجة عدم تبرير الذنب أنا وقعت في الذنب ما عدتش أبرر بقى أقول أنا شربت شيشة عشان معلش عشان أنا مريش في الحشيش أو مثلا بصت للبنت ديت عشان أنا بس يعني بحاول برضو أعرف يعني البناتش كلهم إيه ما عدتش أبرر للذنب يعني أزنابت أتوب واعترف أكر وأعترف وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى لما مر أبو صفان والحديث روه مسلم لما مر أبو صفان في هدنة الحديبية لما مر على بلال وصهايب وسلمان فقالوا جميعا على قلب رجل واحد والله ما أخذت سوفه الله عز وجل من عنق عدو الله ما أخذها يعني كانهم بيقولوا كنا نتمرنا الرأبة الحلوة دي تطير بالسوف مين ما عدي أبو بكر سمع الكلام ده رحل النبع على طول قال يا رسول الله ده بلال وصهايب وسلمان قالوا كذا على أبو صفان يعني عايز يقوله مش عايزين مشاركة يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آه هو أبو بكر اللي أول رح لهم قال لهم أتقولون هذا لشيخ كريش وسيدهم فأسكته وبعدين رح ماشي ورح قال له نبع سمع الكلام ده فقال له لعلك أغضبتهم يا أبو بكر وعكون زعلتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل رجع أبو بكر مفزوع ورح للتالتة قال هل أغضبتكم يا أخوتي قالوا لا يغفر الله لك يا أخي هل أبو بكر بقى برر يعني أنه ما عملش زنب ده وخايف يحصل مشكلة فعلا كان فيه هدنة يا جماعة وطبعا هم قالوا الكلمة دي ممكن أبو سفيان اللي سمعها يوم يوشع الحرب فأبو بكر خايف فكان ممكن يقولي نابي يا رسول الله احنا في هدنة ومش عايزين كلمة توصل لأبو سفيان تحصل مشكلة ويحصل حرب وانت عارف الهدنة اللي احنا فيها دي كانت سبب تكون ناس كتير جدا في الإسلام فمش حايزين مشكل صح كده لكن ما بررش وأمثلة كثيرة جدا أمثلة كثيرة جدا السمة التالتة في التوبة الصحابة ما عندهمش يا أسوال قنوط شوف انت أكرمة ابن أبي جهل أكرمة ابن أبي جهل لما أسلم فعمل فتح ما كانش عنده يا أسوال قنوط بل قال لنبع السلام والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافها في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك قد تبالك وبدأ بقى صفحة جديدة ويفضل بقى في جهاد في سبيل الله وفي طاعة لله سبحانه وتعالى إلى أن وصل في المعركة ديارموك وقال من يبايع على الموت بايعه أربعمائة واحد لحد دم قتل وهو يقول أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم حكيم ابن حزام نفس الحكاية رغم أنه كان حبيب لنبع السلام قبل البعثة ورغم ذلك فضل على الكفر وعلى الشرك لحد فتح مكة وأسلم ولما أسلم قال خلاص صفحة جديدة يعني صفحة جديدة والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافها في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وفضل مع نبع السلام لحد ما مات النبي وهو أرادل عن حكيم ابن حزام ويقضى ربنا سبحانه وتعالى بعد موت النبع السلام حكيم ابن حزام يروح يحج ويأخذ معه ألف ألف إيه ألف شا ويذبحها ويطعم فقراء الحرم المرة اللي بعدها أخذ مئة ناقة وذبحها وأطعم فقراء الحرم والمرة التالت أخذ مئة عبد مئة عبد خدهم معه وقال اللهم إني أعتقت رقابهم جميعا فهم أحرار فاللهم أعطق رقابتي من دار الجهنم ومات بعد ذلك ويقول أخشاك يا ربي وأحبك أبو هريرة عنده الشيأس ولا قنوط فضل لحد ما جي فعم خيب يعني أسلم قبل موت النبع السلام بأربع سنين وما يأس أبدا بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطن ونقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها رضي الله عنه وارضاه دي السمة التالتة دي السمة الأولى تعظيم الذنب السمة التانية عدم تبرير الذنب ما تبررش الذنب وقعت في ذنب باعترف مش عيب أن أنت تعترف مش عيب أن أنت تزنب لكن عيب أن أنت تستمر في الزم وقبله الحاجة التالتة السمة التالتة ليس عندهم يأس ولا قنوط السمة الرابعة التوبة من قريب إنما التوبة على الله أو جابها الله على نفسه ولم يجيب عليه أحد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيم إن الإنسان لما يزنب ما يستناش أسبوع عشان يتوب إنه ممكن يموت قبل ما يتوب إنت لو أزنبت نصيحة أخوك الصغير اوعى تنام من غير توبة وياريت بقى سيد الاستغفار اللي لو قلته قبل ما تنام ومت تغش الجنة والحديث روال بخاري إن النبع السم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قاله في صباحه فمات دخل الجنة ومن قاله في مساءه فمات فدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبالك التوم قريب لها ميزة عظيمة جدا قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار يعني ما فيش كبيرة هتستمر يكون كبيرة وإنت بتستغفر وبتوب منها والصغيرة لو أصرت على الصغيرة قد تنقلب إلى كبيرة لو إنك أنت يعني إيه جيت بقولك مثلا يعني شرب الصغير حرام فبقول يعني كبيرة على الصغيرة مثلا قلت لك صغيرة يا صغيرة طب باسم الله هتنقلب إلى كبيرة بل وقد تنقلب إلى أكثر من ذلك إن أنت بتستهيم بالله مالك الملوك سبحانه وتعالى الصغائر والظنوم البسيطة اللي الإنسان بيستهتر بيها قد تفعل في إفساد قلب العبد أكتر من أشياء كثيرة جدا زي إيه تعرف حضرتك لو جبت عزق الله حجر وحطت فيه حنفية حنفية بتنقط نقطة نقطة تعال تفرج على الحجر ده بعد سنة هتلاقي النقطة نقطة دي تعملت حفرة في الحجر نزلة جوه طب هات نفس الكمية كلها اللي نزلت من حنفية من يوم حطتها حد يومنا هذا تمام واضلقها مرة راحة على الحجر لا تؤثر واضح كده فالصغائر دي تفضل تعمل في قلبك وتفسد في قلبك لحد ما تضمر قلبك كله ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان كده من رحمة ربنا إنه فتح لنا باب التوبة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب موسيق النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيق الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ويقول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا جل جلاله يا جماعة يعني أنا مستغرب إزاي إن إحنا عندنا يا أخير ومسدقين كلام النبي وعارفين إن ربنا جل جلاله ينزل نزولا يليكم الجلال وكمالي كل ليلة إلى السماء الدنيا ومع ذلك قل من يستيقذ قل من يقوم قل من يقول يا رب اغفر لي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليكم الجلال وكمالي فيقول هل من دعني يدعوني فأجيبه هل من سائرين يسألوني فأعطيه هل من مستغفرين يستغفروني فأغفر له إلى أن يطلع إلى أن يطلع الصبح السما الخامسة وربونهم بسرعة كده من سما التوبة الصحابة اتباع السيئة بالحسنة يقول الصلاة والسلام كما عند التلميذي بسنة دي صحيح اتقل لها حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق الحسن سيدنا عمر لما منكم كان من ضمن بنود الحديبية جماعة صلح الحديبية إن لو جي واحد مشك عايز يسلم المسلمين يردوه ولو جي واحد مسلم عايز يرتد المشكين يقبلوه طبعا دي يعني في نظر الصحابة كانت مصيبة لكن النبي المؤيد بالوحي من السماء شايف قدام عينهم شايف قدام هم بصين تحت رجليهم شاخدين بالهم أخذ بالك فقابل النبي وذلك الصحابة مش مسدين نفسهم ازاي طيب سيدنا عمر طبعا كان أكثر راحت طبعا للده قال يا رسول الله ألست رسول الله قال بلا ألسنا على الحق وعدونا على البطر قال بلا قال فليما نعطي الدنيا في ديننا قال أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري يوم عمر بخطاب يروح يسأل أبو بكر صديق برضو قال يعني أليس رسول الله قال بلا أليس نعطي على الحق وعدونا على البطر فليما نعطي الدنيا في ديننا يوم أبو بكر أين نفس الكلاب قال له هو رسول الله وليس يعصي وهو ناصر استمسك بغرزه فإنه على الحق يوم عمر الخطاب يحس أنه عمل معصية كبيرة لأنه جادا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بيقول فعملت لذلك أعمالا أعتقت بقى وصمت وصلت قيام لل واستغفرت وقرآن وذكر لله وعملت اللي ما يتعملش علشان دي يتبقى مكان دي وتشيل دي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن عشان كده بقول عايزين نخلي التوبة مشروع قام تعالوا نخش على الآية رقم عشرة يقولوا بقى إخوة يوسف هم قالوا إيه قالوا اقتلوا يوسف ها أو اطراحوه أرضا يخلوا لكم وجهه أبيكم وتكونوا بعد إيه قوما صالحين أم واحد طلع منهم مين اللي خلا يقوم يقول الكلام ده كل الله عز وجل هو الذي أنطقه هي كده ما ناشغل كده إن كون إن واحد يطلع منهم وبدل ما تقتلوه لا يا جماعة عملوا كذا فالتخفيف الرحمة دي جات من عند مين إن ربنا سبحانه وتعالى ألقى في روع في روع هذا الرجل إنه قيلوا الكلام ده لأنه كان ممكن فعلا يجمعوا على قتل يوسف عليه السلام ولكن ما كانشي ليهم طريق إن أم أقتلوا سيد يوسف إن ربنا أراد له إنه يمكنه على أرض مصر وإنه يكون نبي وإنه يجلب الخير للأمة المسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى في كل أغطر الأرض يعني الموضوع كبير أوى أوى قال قائل منهم آية رقم عشر قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يا سلام يعني عايز أولين هو رجل انت عايز يقتل ومش عايز يقتل هو عايز يقتل بس عايز يقتل بطريقة شيك شوية يعني بدل ما تمسكوا السكين يا جماعة وتقتلوا يوسف عليه السلام وبدل ما تروحوا مثلا تمسكوه وتموشقين بطن ولا عمين حاجة لا انتوا ترموه في غيابة الجب وشوف كلمة غيابة يعني إيه أنا عايزكم تغيبوه في مكان ما حد الشعرف يوصله أبدا والكلام متناخد طبعا فألقوه فيه غيابة إيه الجب وخبالك وبعدين بيقولك إيه يلتقطه بعض السيارة طب السيارة هيجبوه من إيه لما انت بتقول غيابة الجب يعني انت بتقول إيه حطه في مكان ما فيش بني آدم يعرف يوصله ورغم زيك بتقول إيه يلتقطه بعض السيارة فهو عايز يقول إيه أنا عايز أقتله بس مش عايز أحس بالزنب يعني أنا مش عايز مش عايز أكون أنا اللي بقتله قتل مباشر لا أنا عايز أكون يعني إيه يعني أتسبب في قتله بس مشانا اللي قتلته يعني لما أجي قتل بعد كده انت بتقول لا أنا ما قتلتش انت أخب بارك المسألة عملا إزاي شوف المكر والاحتيال عجيب وقالكوه فيه في غيابة الجب الجب بالبئر طب في أطراف البئر لا 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 بتاعت خالص ونقوله بئر بقى يكون غويت أوي أوي يكون يعني ما حد شعف يوصله خالص وده الحنين الفيوم يعني تخيل حضرتك ده بقلب حنين يعني بقلب رقيق ده أخب بقالك آه يعني ده الحنين الفيوم بقالك وقالكوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين تخيل بقى معايا طفل صغير عنده 12 سنة شوف المأساة بقى عازك تحس معايا بجد والله العظيم أخوي وحبيبي حس معايا بالمأساة الفضيع دي طفل صغير هيترمي في غيابة الجب في بقر لوحده هيقعد فيه تلات يام تلات يام لأكل ولا شرب وموجود في الجب ده حيات وأفاعي وعقارب ومصائب ولو حتى نجى من الجب وطلع الذئاب محوط الجب من كل مكان فوق ده كله جردوا من ملابسه عرفت منين وجاءوا على قميصيه بده من كذب الله مش قال لعوه القميص قال لعوه القميص يقدر جاءت ان جاء في بعض الأثار كان ضعيفة ان هو بدأ يسألهم طب تركوا ليه قميص طب طب ما فيش تخيل بقى طفل في يعني صابيه صغير في مكان بالمنظر ده احساسه يبقى ايه الألام اللي يكون حاسس بيها يعني الحقيقة يا جماعة شوف أخوه بقى اللي قال لا تقتله يوسف وألقوه في غيابة الجب هو عايز يقتله بس بيحتال بيحتال في طريقة توصله لقاتله من غير ما هو يحس باللوم ويا ما ناس في زمننا بتحتال يا ما ناس والله العظيم بتحتال علشان توصل لمال حرام ويبرره نفسه يقول لا مشو أخبالك أصل أصل المأولة دي هو تبع الشركة مثلا من الشركات أخبالك يقول لك أصل الأرض دي لازم تدفح التاني عشان نركب الميا بعد ما ركبنا الكهربة مع أنه كان ممكن هو فاحت كان نركب مياه الكهربة لكن عشان مأول يهدي مأول يحتال في أكل الحرام ويقول لك لا أصل مشو أخبالك أصل المادة دي لو تحطت على المادة دي هتعمل مش عارف إيه لكن إحنا لو زودناها بكذا يعني ممكن تعمل مادة تلتة فيبقى الإنتاج مش عارف إزاي المهم أنه يحتال بأي طريقة وإنتوا عارفين بقى الحيال كتيرة وكل شغلنا لها الحيال بتاعتها يا ما ناس بتحتال في أكل الحرام ويبرل نفسه أكل الحرام ويا ما ناس بتحتال عشان تاكل مال غيرها ويا ما ناس احتالت علشان يكن مراس إخواته ويا ما ناس بررت يا ما شباب لما بوه مات وساب لأخته المسكينة قعد يحتال ويبرل ويقول طب هي محتاجة ما هي ما هي متجوزها ما هي يعني خلاص طب تورس ليه طب مش عارف إيه طب ما هي مش محتاجة طب ما هو أسلبوها كان الحمد لله كان مديها برضو ومش عارف إيه وهكذا يا ما ناس بتحتال في زماننا ده ولا حولها القطب لله أسأل الله عز وجل لأن يتوب على كل العصام أخوي وحبيبي نطلع من الحتة دي بنقطة مهمة قوي قوي أن ياريت كل واحد فين يقعد مع نفسه جلسة محاسبة جلسة محاسبة يراجع فيها نفسه إيه اللي أنا عملته غلط أو إيه اللي أنا بعمله غلط علشان أراجع نفسه وأبعد عن الغلط ده علشان أقدر أعيش حياتي بما يرد الله سبحانه وتعالى اقعد زي لنفسك باطل في يوم الأيام يعني شوف يعني بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير هتيجي يوم الأيام هتعطول هتكذب على مين انت وقب بالإيدين ربنا الملك الحق سبحانه وتعالى هتقب بالإيدين وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا أخوي وحبيبي اوعى الشيطان يضحك عليك وقوع نفسك تغرق وتوعى تقول لا أصدقنا عملت كذا عشان كذا أو هعمل كذا عشان كذا انت أضرب نفسك انت عارف إذا كنت على حق ولا على باطل والدنيا ما تستهلش إن احنا ناكل مال بعض وننصب على بعض ونضحك على بعض ونرتشي ونأكل الحرام ونقبل على نفسنا لقم حرام لقم واحدة حرام حبيبي في الله لا يرفع لك بها دعاء أربعين يوم أربعين يوم بل ولا يقبل لك عمل أربعين يوم أخويا وحبيبي الدنيا مش مستهلم الدنيا كلها هتعدي وهتعدي بحلوها وبمرها واللي كان كباب زي اللي كان فول واللي ما كانش زي اللي كان كباب والدنيا كلها هتعدي ومحدش بياخد أخطر من رزقه وفي السماء رزقكم مما توعدون والله الرزق اللي ربنا كاتبه لك هتاخده لو أن ابن آدم حديث النبع السلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه ورزقه كما يدركه الموت زي ما الموت بيجري وراك وهيدركك هيدركك كل نفس ذائقة الموت وفي نفس الوقت هتبقى بالبلقياس يبقى كل نفسه برضو هتذوق الرزق برضو وهتاخد الرزق اللي ربنا مقدره لك محدش ياخد رزقك أبدا أخوي وحبيبي تعالوا نخش على الآية الآية 11 للآية 14 تعالوا نشوف هم بعدما قالوا يعني اقتروا يوسف أو اطرحوا أرضا ياخدوا لكم واجوا أبيكم وتكونوا بعدين قوما صالحين وبعدين قال قائلهم منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقتوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين طب هننفذ المؤامرة دي إزاي المؤامرة حضرة خلاص اتفقنا خلاص يقتلوا ينرمي في غيابة الجب طب خلاص نرمي في غيابة الجب طب ناخدوا إزاي شوف بقى المراودة الماكرة عملوا إيه دخلوا بقى عليه على سيد معقوب وقالوا قالوا يا أبانا ما لك هلاء شوف شوف الكلام شوف سبحان الله كلام تحس إن كله سمحني يعني كله كده مكر يعني ربنا عافينا يا رب العالمين قالوا يا أبانا شوف النعومة بقى تحس كده إيه إنسان المكر تحس إنه ناعم قبلك قالوا يا أبانا ما لك هلاء تأمني على يوسف وبالك بقى وإنا له لناصحون بالتأكيد يعني عايزين يقوله إيه أنت خاف عليه مننا ليه أنت عارفت نحن بنحبه نحب له الخير ودخونا وحبيبنا ونتمنى له الهنة كله وإلا وإلا خاف عليه مننا يعني كاد المريب أن يقول أخذونه يعني يعني كادوا أن يقولوله ده إحنا نويله على لي يا سودة بس مش عارفين أنت الآن ليه يعني فهمت إزاي مالك لا تأمنى على يوسف يعني طب هو قال لكم أنا ممكوش على يوسف لا بس هم عارفين أن هم نيتهم وحشة وهو عارفهم هو فهمهم كويس انت أخذ بارك المسألة عملا إزاي يعني هو من غير ما يحصل أصلا أي موقف بينهم سيدنا عقوب دارسهم وفهمهم وعارف نفسياتهم كويس جدا جدا فخايف على يوسف عليه السلام منهم قالوا مالك لا تأمنى على يوسف ويعني وإنا له ناصحون طبعا عايزين إيه أرسله معنا غدا ما قالوش النهاردة بقى ليه عشان لو قالي النهاردة كان هم برضه أسكياء عشان ما يحسش أن هم مستعجلين على حاجة معانا قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون عندهم لبكر يخرج معنا هيتفسح يأكل ويشرب من أطيب أنواع الأكل وفي نفس الوقت يلعب معنا بقى وينبسط ويجري ويلعب ويهيص وده برضه يعني صبي صغير وأكيد نفسه برضه يعني ينطلق شوية يعني وإنت عارفين قديه فرحة الأطفال بأنه أنت تحطوهم في جنينة واسعة وجبلهم أي حاجة يقدر لعبوا بيها بينبسطوا جدا ويبقوا بغاية الفرحة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظهم قال لهم إيه؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به أنا ما أضحش أصبر على بعد يوسف بالذات وبحزن جدا لما يكون بعيد عني إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أنا خايف عليه لأن المنطقة دي كان فيها ذئاب كثيرة فخايف أن أنتوا بتلعبوا معه شويتين وبعين تقعدوا وما تاخدوش بالك منه يجي الذئب ويوم واخدوا قد طفل صغير وأنتم عنه غافلون رحوا مأكدين له بقى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إحنا لنتشافحنا ما شاء الله عشرة وكبار وصحة يعني حاجة يقدر علينا يعني قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاصرون الله طب السؤال اللي عايز أسأله وأكيد أنتوا عايزين تسأله هو سيدنا عقوب الأم منهم وعارف نفسياتهم وهم عارفين أنه هو عارف نفسياتهم طب هو أرسله معهم ليه؟ مش هو في النهاية أرسل معهم سيدنا يوسف؟ آه ليه؟ رغم أنه عارف نفسياتهم وعارف هيعملوا اين؟ أو مش متخيل يعني بس عارف نهم يعني نهايتهم من نهايتهم مش كويسة لأسباب سبب الأولاني أن سيدنا عقوب عارف أنهم بيكرهوا يوسف وبيحقدوا عليه وبيحسدونه لكن كأب ما كانش يتخيل أبداً أن الحقد والحسد يوصلهم للرغبة في القتل أنت كأب وعندك ولادك أربعة تلاتة بيحقدوا على واحد ممكن تتخيل أنهم ما يبقوا يعني أنانيين ياخدوا حاجة ويحرموا منها يتفسحوا ويسيبوه يستندلوا معاه في موقف أو اتنين أو تلاتة أنما يقتلوا؟ لأ أنا لأ أتخيل أبداً ابني يقتل ابني ده مش ممكن دي آخر حاجة تخطر على بالي فعشان كده ما كانش يخطر على باله الحتة دي أبداً الحاجة التانية خاف أنه يمنع يوسف عنهم يزداد الحقد والحسد ويوصل لمرحلة ما يقدرش يلمه فحب يقرب ما بينهم فقال أبعثه معهم يمكن لما يخرجوا بيه أنت عارف أحياناً وإنت عاعد في البيت وولادك حواليك ربنا يبرك لك في أولادك يا رب وإنت قاعد في البيت وولادك حواليك أحياناً ممكن أحياناً تقصوا على ابن أو ابن من أولادك لما تيجي تخرج معا في الشارع فطرى حجم الصغانطوت ده أنت شافه في البيت فمش واخد بالك أنه ده طفل صغير فلما تيجي تخرج معا في الشارع فطلعني طفل الصغانطوت ماشي كده يعني حجمه حاجة صغيرة كده وسط الناس فطرى سبحان الله بقى أنا كنت بأس على النون الصغانطوت ده يعني معقولة أنا كان قلبي أسر الدرجة دي فخروجك مع ابنك بيحنن قلبك على ابنك كتير جداً أخذت بها الحضرتك يعني هو فعلاً سيدنا عهوب عليه السلام ما كانش متخيل أنه ممكن توصل الحقد والحسد في قلب أولاده لمرحلة أنهم ما يقتلون وزي ما قلتلك لو أنت قض وعندك أربع أولاد ربنا يا ربي بارك في أولادكم جميعاً يا رب العالمين وابن منهم يعني ثلاثة بيحقدوا عليه ممكن تتخيل أولهم يحرموا من حاجة أو يمنعهم من حاجة أو يعني يستأثروا دونه بحاجة إنما لا يمكن يقتلونه فده اللي خلى سيدنا عقوب يرسل سيدنا يوسف مع إخوتي عشان يغطع ويلعب وقال ربما لما يشوفوه مع صغر سنه وحجمه الصغير ده يمكن يصعب عليهم يمكن يتألف قلبهم يمكن يحبوه أكتر وأكتر يمكن يحسوا فعلاً أنه طرم أبونا مش خاف عليه مننا يعني لازم إحنا كمان نحافظ عليه ده أخد دروس حلو أولاً من حتة ديت أن أنت الإنسان الحسود لا يمكن تصدق له وعد أبداً مدوم تتأكدت أنه إنسان حقود وحسود لا يمكن يكون له وعد تصدقه أبداً ولذلك سيدنا يوسف و سيدنا عكوب لما خاف عليهم من يوسف كنا بالذئب عنهم يعني هو عايز يقوله بيقوله أخاف أن يأكل هالذئب وإيه وأنتم معانهم غافلين وعايز يقولهم أنتو أنا خاف عليهم من كنتو مش من الزئب بس هو كنا بالذئب عشان يحسسهم أنه هو خاف علي يوسف الحاجة الثانية أنه بيقوله أن البلاء موكل بالمنطق إزاي؟ اللي قال في بعض الأثار أن سيدنا عكوب شاف في المنام رؤية أن يوسف عليه السلام الذئاب شدت عليه وأرادت أن تفترسه فخاف عليه فمن لحظة دي هو خاف عليه من إيه؟ من الذئب فقالهم وأخاف أن يأكل هالذئب الحاجة الثالثة أن أنت أوعى تلقن الخصم بتاعك حجته ليه؟ أنت عارف أن إخوة يوسف لما كلا عايزين يأخذوه عشان يرموه في غيابة الجب هم كان عمالين يفكروا هم العشرة يفكروا طب هنقول إيه لأبينا عقوب لما نرجع هنقوله عمل إيه؟ طب هنرجع من غيره طب هنقوله عملنا في إيه؟ عملنا في إيه؟ فهو لما قال لهم وأخاف أن يكون هالذئب قاله بس هيا دي الحتة اللي إحنا عايزينها هنقوله انت شوف أنت كنت خاف من إيه؟ أو حصل اللي انت خاف منه يبقى هو اللي لقنهم إيه؟ الحجة زي انت لما يكونه قاف من أحد بيحقد عليك أو بيحسدك وتقوله والله أنا خاف أني فلان يعمل فيه كذا أقولك بس حلو أنا أصلا بحقد عليه وبحسده يبقى أنا أخلي فلان يعمل فيه كذا انت أخذ بالك فقالك لا تلقن خصمك حجتها أبداً اوعى تعملها لأنه انت كده بتأويه على أنه يعني يأذيك يا زم بالله حاجة الرابعة جواز اللعب المباح الذي ليس فيه معصية سيدنا عقوب لم ينكر عليهم لما قالوا إيه أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإن لو نحافظه ما قالوا مش إيه اللعب حرام وما يصحش وعيب وحد فيك يفكر في اللعب بعد كده لأنه كده ما يصحش أنتوا أولاد نبي ما قالوا مش كده فده دليل على أن اللعب المباح مدام أنه لعب مباح ما فيوش أي حاجة معه طب تذكر لنا برضو بعض الأدل من السنة كده على أن اللعب الحلال مباح أه طبعاً النبي على السلام لما كان الأحباش جوم المسجد وكانوا بيتضربوا على الحراب ويبعملوا شوية ألعاب كده جميلة نادى على عائشة وعشان تتفرج وحطت هي رأسها عند أو المنطقة دي كده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تتفرج حدا بقول شبعت يا عائشة تقول لسه يا رسول الله وهي خلاص شبعت بس لئيه كنت أختبر مكاناتي عند رسول الله عايز أشوف ما كانت وقدر عند النبي قده لحد ما في الأخ خالص بقى خلاص تأكدت أنها يعني غالية عند النبي على السلام تماما قالت شبعت يا رسول الله الحديث التاني رواء أحمد بسنة دين صحيح والحديث أولي في البخاري ومسلم الحديث التاني لما النبي على السلام في يوم الأيام كان في إحدى السفريات وكان معا عائشة وبعدين قال لجيش اسبقه أو تقدمه فتقدمه فقال لعائشة تسابقين قالت له سبقك فرحم سبقها رحت سبقها كانت لسه بقى صغيرة كده ولم تحمل اللحم بعد كده تخنت شوية وحملت اللحم وبعدها بكم شهر النبي مش نسالها بقى فجيه برضو كانت تخرج معا برضو في سفرية كده قال للجيش تقدمه فتقدمه قال لها تسابقين قالت له سبقك قالت فسابقني فسابقني فقالها ليه بتلك أهو لعب مباح وحاجة جميلة والحديث التالت إن أمينا عائشة بتقوله في البخاري ومسلم إن كان عندها بعض البنات بيتلعب بها العرائس وكده وكان لها صاحبات بنات صغيرين بيلعبوا فكان لما يخش النبي يتسربوا كده ويبعيدوا خايفين يعني برضو النبي ليه بصن الله سلام فلما النبي يشوف كده كان يخرج بره ويقول لهم خشوا لعيشة لعبوا معها خدت بالك وبعدين كان فيه ابن ولد صغير أخو أنس بن مارك كان نبع سام كان يداعب ويلعب ويقول إن نحرص على إن أولادنا ما يحملوش الحقد من ناحية بعض وإن إحنا نحاول بقدر إمكان نقلف بين قلوبهم على قد ما نقدر وإن قد إيه لإنسان الحقود ممكن حقد أو حسد لو فضل سايب نفسه الحقد والحسد ممكن يوصلوا لأشياء أكبر من كده أسأل الله عز وجل أن ينزل الحقد والحسد من قلوبنا أجمعين جزاكم أن خاننا لحصنا الاستماع سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته